اشتركوا في القناة وكسرت الجبال ودكدكت الدنيا كلها وهذا العبد معتصم بالله يا رب إلا جعلت له بينها مخرجا الجبال تدككت والمباني طاحت وسقطت وهذا العبد ما جاء شيء وعزتي وجلالي تكملت الأثر ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى موكليلي وراح للشيخ عادل ورسائل وشيخ ما تردون من تحولني عليه وراح للثاني والثالث وهذا المسكين الفقير وبثت كل الشكوى على الأرض وما صار شيء الدليل الشاهدة هل هذا القرآن هل هذا القرآن ذكر لنا أن نفتقر لغير الله أبدا والله من الفاتحة إلى الناس قال لك أدبر أمورك وبعدين إحنا عندنا مشكلة في الثقة في الله عز وجل وخلني أنا أعيد مثال يعني تكلمت عن كذا مرة يا شيخ بس لابد نفهم المثال هذا شيخ عادل أنت عندك الآن نملة هنا في هذه الطاولة في مكان أصبعي وأنت الآن قلت للنملة هذه إذا استعنت به والله ما أخيبك وهي نملة وهي نملة فجاءوا أربع أربعين نملة في الجهة الثانية يريدون أن يفتكون بهذه النملة وأنت قلت النملة هذه أنا الآن موجود إذا تبين تستعينين بي أنا حسبك أكفيك والنمل هذا يحمي توعدينها حتى تثبت أنت إيمان هذه النملة فيك هل بتثبت النمل وهم هنا بعيدين ولا تخليهم يقربون يقربون والله هذا المشهد في القرآن أكثر من أن يوصح فعشان الله يقتبر من الله المثال الأعلى إيمانك أنت ما يخلي المصائب بعيد عنك ويذبها قبل أن يجيك الحزن فتخلي النمل هذا اللي يقربون وتشوف وهم بتروح هذه النملة أنت الآن هي صادقة بك يا سلام هي صادقة ودلاء أما قضية قدرتك على هذه النمل الأربعين هذه أصلا ما تحتاج نقاش لأنني كنت تقدر تضربهم هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا متى ما أردت الأمر عندك هين وهو علي هين لله المثال الأعلى سبحانه فعشان تختبر الآن إيمان هذه النملة خلي هذا اللي يقربون عشان كده الله سبحانه وتعالى ما طلب من إبراهيم أنه يعني يؤمن فيه ثم أول ما أشعلوا النار طفاها الله عز جل لا أشعلوا النار يقربون ثم مسكوا إبراهيم يقربون إيمان ما تزعزع ثم ربطوه وكبلوه وضعوا في من جنيق ويشوف النار قدامه الآن يعني ما فيه يعني ثم ما الله سبحانه وتعالى أنجاه الآن ألقي في النار وفي الأثر اللي فيه مقال أن جبريل جاء على صورتها عليه السلام ستمائة جناح تقول عائشة رضي الله عنها البخاري جناح واحد يسد الأفق تخيل يجيك واحد بهالعظمة ويقال ألا كان من حاجة نهاء إبراهيم تبغى بطرف جناح أطف فيهم هم ونارهم هو أجتث سبع قرى لقوم لوط اجتثها فجعلنا عليها بطرف جناح من ستمائة يعني ما هو بخمثمئة وتسعة وتسعين شاغرة خمثمئة وتسعة وتسعين وبعد يعني طرف جناح أجتث سبع قرى وفي رواية 14 قرية فيقول له ألك من حاجة يا إبراهيم القلب ما تعلق أنا أعرف اللي خلقك يعني أنت الآن عندك ستمائة جناح وكبير أنا أعرف اللي أكبر منك جل جلاله أعرف اللي خلق هذه الأجنحة كلها أعرف اللي أصلا أنت لن تستطيع تساعدني إلا بحوله وقوة أنا ما أتعلق قلبي بأحد عشان كذا قال أما منك فلا أنا أعرف واحد أقوى منك لو قلتك ساعدني وربي ما أراد يعرف عبد المملوكا لا يقدر على شي ويعرف هل يستوياني مثلا يعرف من يطلب فقلبه ما تعلق بأحد أقل من الله عزيزي أبدا فقال أما منك فلا وأما من الله فنعم حسبي الله يقول النبي صلى الله البخاري قالها إبراهيم وهو قال حسبي الله لكن حسبي الله ما لي لله لا حسبي الله ونعم يقول الله أنه نعم ربي أنا أعرف منك قال حسبي الله ونعم الوكيل فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لأجل هذا أول ما ألقي إبراهيم النار برد وطلع منها من الذي يتكلم معه؟ آزر والد إبراهيم أول ما رأى إبراهيم طلع بينها اللهيب النار اللي كانت تلتقط الطيور من السماء وطلع منها إبراهيم ولا في شيء قال نعم الرب ربك يا إبراهيم إذ أنجاك إيه والله ونعم بعض الناس يقول حسبي الله ونعم الوكيل ليش تقولها كذا؟ تقدر يا شيخ عالم تقول أنا والله ما عرف للملك عبد الله بس والله ما عرف له لا تقول عرف الملك عبد الله طيب ليش نقول ما عنده إلا الله والله سبحانه وتعالى هذا قدر في قلوبنا لأجل هذا يا شيخ هي القضية في قضية ثقتنا في من هو الله لأجل هذا الله سبحانه وتعالى دائما يجعل القضية مثل قضية النمل يقربون عندك والأحزان تجيك حتى يطلع الإيمان اللي في قلبك أنت فقير لهم ولا فقير لي أنت فقير لمن هذا التوحيد لكن من هو يا شيخ لي يقول الكلام هذا ويسويه هي القضية هنا اليوم أقرأها والله في الجامعة أقول سبحان الله في سورة الكهف يعني أطفال فتية 13 إلى 20 أطفال يعني 13 أعمارهم سنة وطالعين شف أغنية هم أول ما أطلعوا قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة نحن لا لا مسكن ولا بيت ولا يدرون ويروحون ناس مطادين يذبحونهم ما في شي يعني آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا والله ما ندري هم بيصيدوننا الحين ولا بعد شوي ولا بيقطعوننا ولا بيصلبون ما ندري لكن والله طلعنا لك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا أنت اللي وحدك سبحانك تقدر تهيئ لنا من أمرنا رشدا الآن يا شيخي هم وينهم؟ في الكهف فسبحان الله أنت لو بغيت تحمي ناس بتحطهم في مكان آخر مكان بتحطهم فيه الكهف ليش؟ لأن ما له باب يعني هذه مصيبة أصلاً يعني الكهف خطر وشف الله عظيم إذا أراد أنه ينجيك ما يجعلك في ظروف زينا يجعلك في ظروف أسوأ الظروف في العالم عشان يثبت سبحانه جل جلال يطلع يعلمك أنت فتقت من فأنت لو بتحمي ناس لازم تحطهم مكان لازم فيه باب لازم ليش؟ أقول لك ليش يا شيخ حادل حضرتهم عشان يطمأنون عشان يطمأنون وبالذات عشان إذا ناموا ما حيدخل عليهم هم نايمين الله عظيم يقول أنا بحطهم في مكان ما في باب وبخليهم ينومون واللي يقدر يجيهم يجيهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فضربنا على آذانهم شوف وإن مشكلة عندنا يا شيخ حادل لأننا نجي نقول يا رب مثلا وعطني هالقضية أطلب مسألة من الله سبحانه وتعالى ثم أطلب أنا الطريقة اللي تجي فيها يا أخي انت اشتخبك طريقة هذه إن طلبت أبغى هالأمر ما هي شغلك شغل الله عزيزي يا سلام القضية وهذا مشكلتنا الحين يا أما ما توكلنا على الله ولا قلنا بنتوكل على الله بس أنا ما نبغاها كذا يا رب أنا نبغاها تصير كذا أجل أنت يعني ما عدت فقيرة أنت خيجة سوهات بنفسك كيفك أي نعم عشان كذا أشبعنا التوكل التوكل هو سكون القلب ما أتحرك الجوارح أنا قاعد أسعى وأقدم وظيفة وأسوي لكن ما أندل أحد قدمت صح الوظيفة لك قدمت معروضة عندك لكن والله ما تعلاقت فيك وأدى أنك مسكيلا إذا ما أمرك ربي ما بتمشيها يعني 13 معروض يقدمون يقبل منها 2 والله والله أن 2 ذولي والله أن يوقع لك عقد ولا ترقية في الأرض حتى يأذن فيها الملك اللي في السماء والله فالشاهد جعلهم الله قال فضربنا على آذانهم يعني مفروض تقومهم أكثر تقول لا تنومون وانتبهوا خلواحد عندكم قايم كل شوي عشان ينتبه من اللي جاء يعلمكم لا فيقول الله نومكم كله يعني جعلهم في أسوأ الظروف اللي من عقولنا البشرية وكيف يعني نايمين على قبل وحطوا لكم واحد دل باب لأجلاء قومكم لا اللي عافظهم رب العالمين لأجل هذا قال الله عزل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا مو قالوا فقاموا يعني نقول الله يهدينا بس ما نسوي شيء لا هو لازم أن تسوي بعدين تقوم الآن شلي صار يا شيخ هذا قال الله عز وجل وإذ اعتزلتموهم لما خلاص صح الافتقار لله عز وجل واستغنوا عن الناس كلهم وصح توحيدهم لله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى فأووا إلى الكهف يヤ نشع لكم ربكم يا ربي نشع لنا من رحمتك وهيئ لنا من أداء الظن من امرنا المرفقه يا نشع لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقه وةرة الشمسة بدت لأنحسر المحش ومن نشرةcia انحسر المح biodivers Web ترى الكهف لن أأخذ كلام طويل وأعيد كلام معيود حتى أجساء شيخ وترى الشمس أنت تبقى تنور على الناس في الكهف تأتي من لمبة سراج هذه الشمس إذا ابتقرت لبشر بيعطونك أكثر شيء سراج ولا لمبة ولا كشاف لكن رب العالمين جعل الشمس تزاور في قراءة وتزور في قراءة وتزاور عن كهفهم صارت القضية الآن الشمس تعاملهم معاملة غير الدنيا كلها لا إله إلا الله الكهف هذا في الجبل له معية خاصة في واحد أمرها تفعل الشيء لا إله إلا الله فقال الله تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت رعاية خاصة تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله يتعلق قلبك بربز عليهم فقط فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدة ضايع يدول مرشدين من الفقر الظولي لا تقلق لك لا تشاور ولا تستخير لكن قلبك وين؟ كل واحد يعرف نفسه يعني قلبك هو أول من أول ما تجيك مصيبة الشيخ عالد وأول ما تجيك جاءك خبر الآن في مشكلة في أحد من أول واحد الواجب لله عز وجل أيوة لكن هل هذا هو الواقع؟ لا لأجل هذا الله سبحانه وتعالى لما دبر بس شيخ بالحسن وقصص كثير بس نتوقع نحن مبالغين في هذا الكلام نقول لله للمشاهدين نحن نعلقهم بالله عز وجل إجتكم مشكلة إجتكم مصيبة حتى شيخ المرضى عشان تقنعني وتقنع المشاهدين معي هل المريض المقعد أحسن مني حال؟ وأنا صحيح معافة متعلق بالمخلوقين أو بالناس حينما أشاهد المقعد أقول الله يعينه مسكي قلبونه ما يرجعوني صال لكن هل هو أحسن مني حالا وأنا صحيح المعافة؟ أحسن منك في إيش؟ هذا السؤال نجاوب من القرآن في قوته مع الله عز وجل وحبه لله عز وجل وأغنى فقير حقيقي إيه يناي شيخ يختلف القضية من قضية أجساد وعيقة وأجساد تحرك إذن القضية قضية قلبك هذا وين يعني قد تكون مقعد القضية مقعد لكذا الله سبحانه لا ينظر لي أجسادكم ولا صوركم ولا يمكنك تحركك واحد لكن عند الله قلبك ضعيف إيمان ولكن ينظر إلى قلوبكم ينظر إذا جدتك المصيبة تعلق بمن ينظر الله عز وجل وإن تدعي قلبك وينه أدعي الله هنا قلبي متعلق بمثل ما جاء في الأثر إسرائيلي وعقل نبيع السلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لما رأى موسى عليه السلام رجل يدعو الله يدعو الله يدعو الله فقال يا ربي يقولنا هذا يدعوني يا طيط يا ربي وأنت رب العالمين أعظم يعني ما في أكرم منك يا ربي هذا الرجل يدعوك يعني وقت طويل وما أعطيته قال الله عز وجل أوحى إلى موسى يا موسى إنك لا تدري إنه يدعوني وقلبه مع غيري يدعيني ويقول يا رب وقلبه هل أدعو الله بيوقعني لقناة لترجيه ولا لا حرفت عليه شيخنا فهنا هذه القضية عشان كذا أحسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون يقول والله لا أخليك مثل ما جتها النملها وخليت النمل يقربون من عندها لين تنافضت في ناس لا هادي عشان كذا هذا عجل ما علسها في شيخ محسين وصراحة يا أخوات كلنا فاشلين يجمع الشهوات عشان كذا الله عز وجل مو كلنا في الجملة في الصند لأن الله عز وجل نقول أكثر ناس إذا كان هذه مصائب وغصب علينا ورحنا للناس أشي يقول في الشهوات اللي بين أيدينا والباب مغلق ولا حد يطلع علي عشان كذا حبيبي هو القضية قضية ترجع لي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجدث ثجاهك لأجل هذا حبيبي الغالي الآن من اللي خايف أصحاب الكهف ولا اللي يلحقونهم من اللي يلحقونهم وجهة نظري إذا كان هناك نتيجة صح شوف الله كيف يقدر يقلب الأمور كلها قال لو اطلعت عليهم شفت كيف من اللي خايف الحين شوف يعني أنت لا تصور بعقلك الصغير أنت تائج وقدرة الله نعم هذا العقل الصغير الفقير للناس أما الفقير لله عز وجل يعلم أنك ما في يدك شي الأمر كله لله عز وجل ما عندك عشان كذا الناس الآن الأصحاب الكهف خايفين بس تعلقوا بمن بواحد تعلقوا بالله عز وجل فنومهم خطير الوضع هذا نايمين يعني سهل تقبض عليهم وحطهم في كهف ما في باب سهل تقبض عليهم وخلى اللي يقرب من عندهم لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارة ولا ملئت وفي قراءة لو ملئت منهم رعبة فالله قادر يخليك اللي أنت خايف منهم يخافهم منك لكن أنت وين تعلقت فيه اتعلقت بشر شكواك بالطول وأنقضيتك بالطول والله ما بتحصي ترجمة نانسي قنقر